للحرب وجوه كثيرة هذا واحد منها شبح يطل على الحديقة في تعز آثار للدمار الذي خلفته المواجهات داخل ومحيط المكان وفي كل زاوية قتلت الحرب حلما وولدت مأساة هنا في جاردين سيتي التي تحولت إلى حديقة المرح الحزين ألعاب تكشف عنها صورة هنا كانت لها أسماء من عنوين الحرب الاستهلاكية في اليمن وكأنها تؤكد أن العاصفة في تعز ليست أكثر من مجرد لعبة تقضي المدينة أوقاتها تحت القصف والحصار وإن وجدت بعض مساحات للهدوء لم توفر أوقات لنسيان الواقع المدمر حيث يكابد الناس أوقات عصيبة لم يعد يقتصر ارتياد المكان لأشخاص محددين كما كانت تحثهم هذه الإرشادات حرم الجميع من الوصول إلى هنا وتحولت الاستراحة متحفا للألوان الحزينة وإلى تجمع نشط للأشجار وفوضى الطبيعة التي وحدها انتصرت على الحرب داخل هذه الأسوار المهجورة منذ ثلاث سنوات ضرب الشلل هذه المقاعد لتبدو كل الألعاب في مشهد جوع بدائي للحركة ولم يعد يزورها أحد يقاسمها ساعات الضجيج المحبب جاردين سيتي حديقة متاخمة للحرب ربما أخذت هذا من موقعها في المربع الأمني إلى جوار مقر إدارة أمن تعز وبالقرب من نادي الضباط الشرطة والنادي الأهلي لكنها باتت تفتقر إلى اللحظات السابقة التي كانت تحفل بالزائرين والفرح فهل يدرك زعماء الحرب أنهم عندما يتقاتلون يتخلون عن الحياة وليست حياتهم وحدهم بل حياة مجتمع كامل